هنا نتكلم عن المشرب شفتوا عرض الوجه هذا هذا مهم جدا لازم المربي ينتبه له عرض المشرب شفتوا المشرب هذا شفتوا السهم هذا عرض المشرب كل ما كبر صار أفضل والخدة شفتوا الخدة اللي من تحت العين هذه المسافة هذه مهمة اللي يسعل الزين هذه مهمة كل ما عرضت الخدة كل ما صار الوجه أجمل وكل ما عرض المشرب كل ما صار جمال للتيس أو العنز أفضل وأفضل وهذا الفيديو الثاني شفوا الساق كل ما قصر أفضل وكل ما صار على العرض أفضل طبعا كل ما عرض الساق وقصر الساق أفضل عندنا وشوفوا الهامة عرض الهامة مهمة جدا يا شباب عرض الهامة مهمة فأنتبهوا لعرض الهامة ماشي وعرض الصدر شفتوا الصدر شفتوا الفتشة هذه الكبيرة هذه مهمة وفي لو تلاحظون مثل عظمة أو أو قصة من هنا شوفوها هذه هذه كل ما كانت في التيس والعنز موجودة كل ما صار أجمل شفتوا هذه قصة الصدر هذه مهمة انتبهوا الله يا أخوان وعرض الهامة وهني نتكلم عن قصر الأذن شفت الأذن طبعا عندنا احنا في الماعز الغزم كل ما الأذن صار حجمها أصغر كل ما صار أرقب للهاوي هذه يعني مهمة لازم تعرفونها شفتوها ترى مهمة جدا جدا والعين العين كل ما صارت بارزة وكبيرة كل ما دشت من مواصفات المميزة شفوها هذه العين والإذن انتبهوا على الإذن وانتبهوا على العين أنا قاعد أتكلم للمربين اللي يبون يشترون الشيء على قولتهم فاخر يعني شففاخر من الأخير لكن ما يعاب إذا كان فيه نواقص ككونك مربي وهاوي ما تعيب حلال غيرك أو تعيب حلالك في هذه المواصفات التركيب عندك والذوق عندك ويجب أن تكون فني في التركيب وهذه إن شاء الله مع الأيام تتعلمونها يا أخوان الجدد مساكم الله بالخير يعطيكم والعافية أخواني حبينا نتكلم على طريقة اختيار الماعز الغزم والمواصفات المطلوبة في الماعز الغزم تشوفون معاي هذه الصورة الماعز الغزم لازم يكون شوفوا ظهره شون صاير فيه نزول فيه نزول من الأمام هذه مهمة المواصفة هذه في الماعز الغزم عندنا النزول هذا مهم وعندنا قصر الساق قصر الساق مهم جدا في الماعز الغزم هذا طبعا أنا حين قاعد أتكلم على الجسم بشكل عام الجسم حتى الظهر هنا لازم يكون فيه قصر ما يكون فيه سراد طبعا السراد حلو مو محلو لكن احنا نتكلم عن الماعز الغزم المطلوب في المسابقات يعني احنا نتكلم عن المسابقة ما قاعد نتكلم عن شي ثاني فكل ما قصر الظهر كل ما صار أفضل عندنا في الماعز الغزم وقصر الساق هذه مهمة جدا انتبهوا لها يا أخوان وهني نتكلم عن قصر الأذن شفت الأذن طبعا عندنا احنا في الماعز الغزم كل ما الأذن صار حجمها أصغر كل ما صار أرقب للهاوي هذه يعني مهمة لازم تعرفونها شفتوها ترى مهمة جدا جدا والعين العين كل ما صارت بارزة وكبيرة كل ما دشت من المواصفات المميزة شفوا هذه العين والإذن انتبهوا على الإذن وانتبهوا على العين أنا قاعد أتكلم للمربين اللي يبون يشترون الشي على قولتهم فاخر يعني شفف فاخر من الأخير لكن ما يعاب إذا كان فيه نواقص ككونك مربي وهاوي ما تعيب حلال غيرك أو تعيب حلالك في هذه المواصفات التركيب عندك والذوق عندك ويجب أن تكون فني في التركيب وهذه إن شاء الله مع الأيام تتعلمونها يا أخواننا الجدد وهذا الفيديو الثاني شوفوا الساق كل ما قصر أفضل وكل ما صار على العرض أفضل طبعا كل ما عرض الساق وقصر الساق أفضل عندنا وشوفوا الهامة عرض الهامة مهمة جدا يا شباب عرض الهامة مهمة فانتبهوا لعرض الهامة ماشي وعرض الصدر شفتوا الصدر شفتوا الفتشة هذه الكبيرة هذه مهمة وفي لو تلاحظون مثل عظمة أو أو قصة من هنا شوفوها هذه هذه كل ما كانت في التيس والعنز موجودة كل ما صار أجمل شفتوا هذه قصة الصدر هذه مهمة انتبهوا لها يا أخوان وعرض الهامة وهني بهالفيديو حاب أني أوضح لكم الذنب شفتوا الذنب طبعا الذنب كل ما زادت الشعره فيه كل ما صار أجمل كل ما هالشعر هذا زاد طال صار أجمل كل ما عرضت الريشة صار أفضل وعندنا هنا نحن نسميها الفجاحة من وراء التيس طبعا هذا فيديو مو واضح جدا لكن نحن علاقاتهم الموجود نشرح عليه لو وقفت تكرم وراء التيس تشوف أن رجولة من وراء مبطلة ومسحوبة لي وراء يعني التيس لا يكون رجولة داخل يعني لا تدش مثلا فيها فجاحة ولا تدش داخل لا حالاتها رجولة مبطلة وليه وراء طال عليه برا وكل ما صارت الفجاحة أكبر كل ما صار أجمل للتيس وهذه المعلومات اللي الله قدرني عليها وسأل الله العظيم أن يوفقني ويوفقكم في هذه الهواية بالتوفيق للجميع وسامحونا على الإطالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر